اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين انتهت مباراة الاهلي واسوان بفوز المارد الاحمر بثلاثة اهداف مقابل لا شيء الشوط الاول الاهلي كان بامتياز ناجح للغاية سيطرة واستحواز وفعالية على المرمى احرز النادي الاهلي ثلاثة اهداف الشوط الاول الهدف الاول جه في الديئة 31 عن طريق كهرباء الفولت العالي رأسية ولا ارواع في الديئة 41 احمد عبدالقادر يحرز الهدف التاني يقطم كده من التمنتاشر يشوت شوطة حلوة كده ولا ارواع في الدقيقة 47 افشح حبيبي الغالي في دقيقة 7 من الوقت البدر الضائع من الشوط الاول دقيقة 47 من التمنتاشر كده من الناحية اليمين يشوت واحدة من بتوعه ويجيب الهدف التالت شوط الاول لا جدال الاهلي كان في احسن حالة الشوط التاني اصابة عبدالمنعم كهرباء في دقيقة 54 تغيير التراري وينزل مكانه شهد حسين هو سقط سقط على الارض نتيجة الاجهاد نتمنى يكون بخير شارك في الشوط التاني شهد حسين وشارك بيرستاو وشارك القندوسي وشارك كمان رامي ربيعة بدلا من محمد عبدالمنعم القندوسي بدلا من ديانج وشارك حسين طبعا نزل مكان كهرباء في دقيقة 54 وكان فيه كمان تغيير رابع نزول اللاعب وبرستاو نزل مكان احمد عبدالقادر القندوسي اوضح اللي هو لعيب مهاري وبيعمل اسستات ومنورات على اعلى مستوى لاعب مهم وهيكون ليه تأثير في الفترة اللي جاية الاهل كان الشوط التاني مستوى اقل بكتير كان سيء للغاية الاستحواس كان لأسوان ولكن لا يوجد تزداد على مرمى الاهل نهائيا في النهاية الاهل قدم مباراة جيدة الف مبروك للاهل وهارد لك لأسوان